يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور طارق الحبيب أهلا وسهلا دكتور طارق وفي البداية أكيد نقول لك في العام وأنت بألف فير ويليك لو تكلمنا عن برنامج نفوس مطمئنة في موسم السابع ألف هل أختي الكريمة ومرحبا بك في هذه القناة المباركة والمشاهدين المتميزين أنا أبتخل أن يكون هذا هو الموسم السابع في هذه القناة المباركة كانت فكرة فكرة بسيطة في البداية أو عدة دقائق تتكلم عن موضوع متسيط يسير وسعيد في أن أقدم المواضيع المركزة للمواضيع الطويلة لا نتكلم عن الحياة الزوجية وشكلها المجمع لا نأخذ موضوع محدد الزوج الصامد كيف تتعامل معه الزوجة العانيدة كيف تتعامل فيكون طرحا ميسرا عمليا يتناغم معه وقت رمضان ومنزحومة فرامجه بدأنا بالمشروع في سنته الأولى وبالله وسنة والله مشاو كان صدوء جميل ورائع روعة هذه القناة المباركة والله ليش السنة الثانية كذا هذا الروتين يعني كانوا جدول حياة وجدول يستروي كانوا جزء من المؤتمرات أو العيادات اللي أقيمها أن يقيم هذا البرنامج وهذا شرب كبير في الحقيقة أنا قضيت عدة سنوات في عدة قنوات مختلفة لكن أطول فترة قضيتها هي في روتانة خليجية وهذا شرب كبير لك الشرف لنا دكتور طارق طبلو تكلمنا أكثر عن أبرز المواضيع التي ستطرحها وتتكلم عنها من خلال هذا البرنامج في موسم السابع كما ذكرت بعض العناوين تكلمت عن الزوجة الصامت كيف تتعامل معها الزوجة العنيدة كيف تتعامل معها نتكلم عن الطفل مثلاً الذي يبكي بصعب الكثرة مناخة المواضيع الشبيهة مثل هذا وخصوص المواضيع التي لم تطرق سابقاً بقدر الإمكان لنا تعرفين على مدار سنوات وثلاثين حلقين نتكلم عن قريب 200 حلقة ولكن تجاوزنا 200 حلقة هناك المواضيع المعتادة بدأت تنتهي فنبحث عن الجنس الأمر الآخر ندخل بالأمور المطروحة واللي عليها كلام كثير مثلاً التقنية وتعامل الطفل معها المشاهد الطفل الآيبات هذه مضرة بما هو منتشر أو ربما أنها مفيدة هذه التقنية والتي ممكن أن الإنسان يستفيد منها لتوظيفها من أجل صالح ذلك هناك المعلومات النفسية المغلوطة المنتشرة التعامل مع الواردين التعامل مع الأمراض أيضاً نطيفة قاسة صحية للأمراض النفسية نأخذ الطراب الوجداني خصوصاً من النوع الخفيف على مرض منتشر لكن نجهله في بعض الأحيان قرط الحركة المرضي لتبرد طفل قليل حي وهنا مرض يجب أن يعالج تماماً استخدام بعض المواد المنشطة أو المخدرة بشكل خاطئ وأسباب ذلك الاستخدام لا نستخدم الأسبوع على أسلوب الواضي أو التوجيه أو النقدية أو لا 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 ما عندي تذكير سأل به نبل إيجابي قطوات العملية تؤدي رسالتها به ما شاء الله تبارك الله مواضيع مهمة جداً نتمنى نجاح ونتمنى أيضاً لكل التوفيق في هذا البرنامج دكتور طارق ولكن أود نسألك عن أصداء البرنامج حتى الآن من الجمهور كيف شايف التوعية أيضاً عند الناس في طرح هذا المواضيع هل تحس أن فعلاً الرسالة وصلت للمجتمع زاد الوعي أكثر حول هذه المواضيع عند المجتمع ولا لا والله أصداءه كبيرة جداً واروتانة حقيقة أنا رأيه بغيرتنا واروتانة خارجية وليس إلى روتانة عربية غير روتانة عالمية وقالت تكون أمشي في الدنيمارك هناك لما أمر من جوار بعض المقاهي وكذا وإذا بالعرب المهاجئين يقوموا يسلمون والله برنامج كيف سمط ما إنا برنامج كذا برنامج كيف تتكلمون كلام مبارك فالناس تتابعنا في قنوات يجب علينا إحنا كمختصين كمقدمين مثل هذه البرامج كرموز إعلامية كبار مثل شخصك الكريم وزملائك الكرام أن نعرف أن المتابعين بحجم كبير ربما لا ينطقون ولا يقولون لكن رسالتنا الخالدة الإعلامية ورسالة هذا الوطن الكريم وصلت إلى أصداء بعيدة حتى تصل أوقات إلى قرى وهجر في العالم العرب أنا أذكر واحد من الزهنة كان مسافلة لحجرة في بلد عربي في دولة أفريقية وكان يمشي فلقى واحد ضايق صدرها مش بتيوم وقالت والله نتعبعنا نفسيا ونتمنى أكلم فلان هذا كليك روتان في الرسالة لن ينطلق القناتين في شكل متزامن ولا تعرف اسمي لكن شبه وقدرنا صديقي رفع سماها كاليطار هذه وحده هنا كذا وكذا تابعت من الزهنة وجاوبناها وتحسنا سموران الأعلام حقيقة سلاح وطني سلاح توجيه سلاح عالمي يقول الإنسان كما أنا أقول قدمنا في الرياضة هذا النجاح الإبداعي الكبير وقدمنا فيه والسياحة لذلك لأن نقدم في الأعلام مميزة كبيرة في الأعلام قدمنا أشياء كثرة وعوية في العالم العربي ويقدمها غيرنا طريقة التهريج لكن قدمت فتانا خارجية وعثيقاتها من القنوات بلغة ميهنية احتراقية تدرك معنى الإعلام بشكله الحقيقي وتعطي مجال للفكاهة والراحة دون الإسباة والإبتدال وهذه الروعة وهذه المستق نحن فتانا تبييز فيها من هذه ناحية ناحية متليزة في العوثانا الحقيقة تقل يعني تقل بأسرة تقل يعني فوقات أجمل بعض المشار حينما تعجز عن مرص فيها إخوان الاعتقال بين المنطقة والإعلام والرئيس ماتوا أحد يأتي مع بعض ونجاز هو ضخم جدا هذه الروعة الجميلة من الله تستمر وتزداد وهو في نموم في سنة فهلا الحمد لله والله يديمها علينا جميعا دكتور طارق ونورتنا وشرفتنا يعطيك ألف عافية شكرا